بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا طلابي اليوم أنا وأنتم مع بعض بدنا نأخذ حرف جديد لغة عربية مثل ما تعودنا المرة الماضية أخذنا حروف وأخذنا جميع الحروف اللي أخذناها وعملنا لهم مراجعة وبلشنا بالحرف الجديد اليوم أنا وأنتم مع بعض بدنا نأخذ حرف جديد وإلو أشكال كثيرة حرفنا اليوم حرف اله حرف اله وهو حرف من حروف اللغة العربية حرف اله اسمه ها وصوته اه اه أنا بالفضه أنا مثل التعبانة ما بحرك ثمي أو بحرك أسناني ولا إشي اه 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 شوفوا كيف اسمعوا كيف من الفضه اه اه شايفين طيب وحرف اله له أشكال كثيرة له أربع أشكال خلينا نشوف أنا وأنتم مع بعض إيش هي أشكال حرفنا لهذا اليوم أول شكل إله إه أول الكلمة إه أول الكلمة إه أول كلمة خلينا مع بعض أنا وأنتم نشوف طريقة كتابته بطلع نص دائرة لفوق بمشي على الصدر بعمل جواتها دائرة صغيرة مسكرة وبعمل له إيد ليش إله إيد لأنه هو أول كلمة بس إله الإيد لحتى يمسك بالحرف اللي بيجي بعده إه أول الكلمة إه أول الكلمة إه أول الكلمة إه أول الكلمة عندي كمان وسط الكلمة اه وسط الكلمة اه أول كلمة نقطة فوق السطر اه وسط الكلمة نقطة على السطر بعمله ايد بنزل لتحت سوف بعمله ايد ثانية مفتوح لتحت اه وسط الكلمة اه وسط الكلمة اه وسط الكلمة الشكل الثاني لحرف الها وسط الكلمة اه اول الكلمة اه وسط الكلمة كمان عندي شكل ثاني لوسط الكلمة بقدر اكتبه يعني انتو بتقدروا تكتبوا هذا الشكل وهذا الشكل كمان نقطته على السطر بمشي ايد بنزل دائرة للتاحه وبعمل دائرة فوق السطر وبعمل له ايد ثانية اللي بوسط الكلمة دائما له ايدين تنتين لاش له ايدين تنتين لانه هو بالوسط بيمسك الحرف البيجي قبله والحرف البيجي بعده عندي وسط الكلمة بقدر اكتبه الطريقة هاي وبقدر اكتبه الطريقة هاي يعني هدول شكل واحد وسط الكلمة ما بقدر اقول له خمس اشكال واحد اثنان ثلاثة اربع خمسة لا له اربع اشكال اول كلمة وسط الكلمة اخر الكلمة متصلة اخر الكلمة منفصلة طيب ايد دائرة لتحت دائرة لفوق وإيد ثانية طبعا هو مثل الثمانية مثل العدد الثمانية طبعا كمان مرة إيد وبعمل دائرة لتحت دائرة لفوق وإيد ثانية إه وساط الكلمة إه وساط الكلمة إه وساط الكلمة كمان شكل الثالث آخر الكلمة متصلة بمشي خط على السطر بطلع على فوق بعمله دائرة مسكرة بشبه التاء المربوطة المتصلة بس ما عليه نقطتين ما بحط عليه نقطتين هذا ايه اخر الكلمة متصلة ايه اخر الكلمة متصلة مثل التاء المربوطة وكمان اخر شكل اخر الكلمة منفصلة بمشي عن نقطة نص دائرة للخلف عالسطر بمشي وبسكرها برجع لورا نص دائرة عالسطر بمشي وبسكرها بصير عندي دائرة كاملة بس ما عليها نقاط متل التاء المربوطة المنفصلة بس ما عليه نقطتين صار عندي اليوم حرفنا حرف اليوم حرف اله صار عندي اله اشكال خلينا نقرأهم مع بعض اسمه ها صوته ايه حرف اله صوته ايه ايه اول الكلمة ايه وساط الكلمة ايه متصلة اخر الكلمة ايه منفصلة اخر الكلمة ايه له اربع اشكال حرف اله احرف غني عنده عنده ملابس كثير عنده اشكال كثير كل يوم بشكل طيب وكمان في عندي كلمات تحتوي حرف اله خلينا انتم مع بعض نقرأ الكلمات يلي فيها حرف اله يالله نهجي ها هاتفون 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 فيها ايه اول الكلمة هلا لون هلا لون كمان ايه اول الكلمة هاي وسط الكلمة بحط دائرة عليها وبحط دائرة على إيديها معها كما بداخلهم بالدائرة نهران إه وسط الكلمة شوفوا كتبتلكوا إه وسط الكلمة بالشكل أنه أنتو بتكتب الشكل يلي بتحبوه عادي هذا بصير نستخدمه وهذا بصير نستخدمه ميا هون إه آخر الكلمة منفصلة وج هون إه آخر الكلمة متصلة طيب صار عندي كلمات حرف اله هاتفن هلالن سهامن نهرن مياهن وجهن طيب في عندي كمان جملة الجملة مكونة من كلمات كلمات حد بعض بس ما بشبك هنا أنا ببعض ولا ببعد هنا كثير عن بعض لازم يكون في مسافة بسيطة بين كل كلمة لحتى يكونن مع بعض جملة الجملة عبارة عن مجموعة كلمات والكلمة مجموعة حروف ومقاطع أصغر إش الحرف أكبر إش الجملة خلينا نهجي مع بعض را س ما را س ما ها ني ها ني ها لا لن هلالن يلا نكتبها مع بعض را را الار بنزل عن السطر را س ما ها ني ني رسم هاني صار عندي رسم هاني ايش رسم هاني هلالن ه لا لن رسم هاني هلالن رسم هاني هلالن إذن إحنا قاعدين نكتب جمل وحروف وكلمات على حرف اله حرفنا اليوم حرف اله اسمه ه صوته اه اه هاتف اه هلال سهام نهر مياه وجه رسم هاني هلال رسم هاني هلالن ومثل ما تعودنا كل حرف من نأخذه إلى تمدينات تحليل وتركي خلينا نشوف في عندي حروف ومقاطع بدي أركبهم لحتى أعملهم كلمة واحدة هاتفن يا بنزل الها بالأول بعدين تي هاتي بعدين فن هاتفن صار عندي من المقاطع كلمة كلمة هاتفن نه الايه ساكن الحرف الساكن بروح مع اللي قبله المتحرك نه ران نه ران نه ران نه ران عفوا أنا مش شايفة إنه تنوين الضم عادي بصير عملناها تنوين فتح مش شايفة إنه الضم بصير نستخدمها على تنوين الضم بصير تنوين الفتح انتو كتبوا يا اللي بتحبوه ر ف هن ر ف هن رفاهن هاي أنا عندي مقاطع ركبتهم أعملتهم كلمة واحدة هاتفن نهرا رفاهن في عندي كمان تمرين ثاني أحلل أحلل كلمات الآتية إلى مقاطع يلا أنا وأنتو نهجي مع بعضهم نلفظ لحتى نقسم كل مقطع بغرفته ها دي لون ها دي لون ها دي لون ها دي لون على اللفظ أنا بنزل دي لون ها دي لون ها دي لون ها دي لون طيب طبعا مثل ما قلتلكم بقدر انا اكتب ايه وسط كلمة هيك بقدر اكتبها هيك لها شكلين وسط الكلمة بكتب ايدها معها ايدها باكتبها معها لانها بوسط الكلمة يلا مياهن 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 هديلن سهامن هاتفن نهرن رفاهن 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 كلمات تحتوي حرف اله هاتفن هلالن سهامن نهرا مياهن وجهن جملة على حرف اله رسمه ها رسم هاني هلالا رسمة هاني هلالا حرفنا اليوم حرف اله اسمه ها صوته اه اه له اربع اشكال اه اول الكلمة اه وسط الكلمة اه منتصل اخر الكلمة إه منفصلة آخر الكلمة حرف الها صوته إه حرف الها صوته إه مقاطعه إه هه هو هي ما كتبتلكوا إياهما أنا لأنه بعرفكم شطورين تعرفوا مقاطع لحالكم إه هه هو هي هن 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 مقاطعه الطويلة ها هو هي كمان أشكاله كمان مرة نعيته مع بعض إه إه أول الكلمة إه وساط الكلمة إه وساط الكلمة إه متصلة آخر الكلمة إه منفصلة آخر الكلمة إسمه ها صوته إه حرفنا اليوم حرف الها حرف الها صوته إه